مدينة بعلبك اللبنانية الملقبة بمدينة الشمس شهدت بالأمس حركة نزوح كبيرة من سكانها إلى الشمال بعد أن طالب الدفاع المدني أهاليها بالإخلاء فورا وذلك بعد انذار إسرائيل لإخلاء أكثر من 80 ألف لبنانيا في المدينة والتهديدات تطال السوق التجاري والتخوف الأكبر على قلعة بعلبك الأثرية نتابع هنا رائد الحاج كتب مؤلم الخبر طلب إخلاء بعلبك اللي منحبها ذاكرتنا بقلعتها بمسجدها الأموي وأسواقها فيها عائلاتنا وأقربائنا مدينة السنة الشيعة والمسيحيين بتشبه البلد بأفراحه وأحزانه بعلبك عبق التاريخ ظلمت من القريب قبل الغريب بتروح كتير وبتغيب كتير وبترجع عدراج بعلبك وترافق مع هذه الصورة هنا جال أيضا وضعت بعض الصور لمدينة بعلبك وقالت بعلبك مدينة الحضارة والأصالة تقف شاهدة على تاريخ مجيد لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يفهمه أو يقاربه فهو بلا تاريخ بلا حضارة بلا تراث لذا يهاب كل ما يرمز للعراق ويهدد جعل بعلبك أثرا بعد عين لكن بعلبك باقي بشمخها إرثها وجمالها حية في قلوبنا ولن تمحى مهما حاولوا بالأمس أيضا تعرضت مدينة بعلبك والبقاع لغرات وقصف عنيف أدى إلى سقوط شهداء بينهم نساء وأطفال هنا غردت ميمي بدأت غرات الاحتلال على بعلبك ومحيطها بعد أربع ساعات من تهديدات الإخلاء الواسع وقد طالت الغرات الأولى مدينة بعلبك وبلدات دورس مشمستار والعسيري وعين بردأي وتبدو غرات بعلبك اليوم الأعنف إذ شهدت سحابات الدخان واللهب ترتفع أمطارا بعد القصف كما شهدت من مسافات بعيدة